صراحة لا أعلم كيف سأبدأ هذا الموضوع كنت مشاهدة بعض الفيديوهات تخص جزائر على اليوتيوب وفيسبوك وفي مواقع التواصل الشمع وكذلك على الانترنت ورأيت هذا المنظر الصراحة الذي يؤلم صراحة عندما ترى الرئيس دولة محاط بالعسكر يعني الرسالة التي أقرأها من خلال هذه الصورة وهذا الفيديو أن رئيس الجزائر محاط بالجيش ورسالة الجيش للرئيس أنك تحت سيطرتنا اذهب أينما شيء فنحن نسيطر ممارسة صراحة نراها في 2023 طائرة رئاسية مرافقة بطائرة عسكرية رسالة واضحة للأسف الجزائر أصبحت أضحكة في العالم الكل لا يريد هذا الشعب الجزائري الدليل هو التأشيرات جميع الدول ترفض بنح تأشيرات الجزائريين صراحة هذا أمر مؤسف دولة كما يقال دولة عظمى ودولة قارة لكن لا تنتج شيء للعالم سوى المشاكل أصبحت منبوضة عربيا فكل المشاكل الآن أصبحت جزائر وراءها تريد تقسم المغرب إلى نسبوين تريد أن تسيطر على تقسم ليبيا كذلك لديها ميليشيات في مالي يعني جزائر وتتحالف مع روسيا لجلب كما يقال خردة الروسية إلى المنطقة وبعد ذلك تتهم المغرب بالتطبيع مع إسرائيل أظن أنها شيء منطقي مادم أن تأتي بصاروخ مدمر وعابل القارات المغرب دولة مسالمة بطبيعة الحال ستبحث عن حليف يساعدها في السلاح وبغض نظر عن القضية الفلسطينية فهنا نتحدث عن الأمن وأي دولة ستقوم بنفس الشيء المغرب الآن يتسلح بأسلحة حديثة ودليل هو الدرون الذي يدمر كل من يقترب من حدوده الجنوبية إذن نرجع إلى هذه الصورة البائيسة التي لاعلم ماذا يريد جنرالات وكبرمات الجزائر إرسالها إلى العالم أول مرة صراحة أرى بأن هناك رئيسين لدولة واحدة فعندما يخرج الرئيس تبون نرى أنه يحاط بأي يكون دائما يلاسقه شنغريحة غدا سيأتي جنرال آخر إذن دائما الجزائر تحكم حكومة ومسيطرة عليها من طرف العسكر الذين يبددون أموال البترول للأسف في شراء الخردة الروسية ولتهديد المغرب وينفقون الغالي والنفيس من أجل أن يجدوا منفدا إلى المحيط الأطلسي على حساب المغرب ولا يهمهم لا شعب ولا تنمية ولا تضخم ولا أي شيء ولا اقتصاد دولة صراحة للأسف تذهب من سيء إلى أسوأ رغم امتلاكها للبترول الذي لأن أسعاره جد مرتفعة ورغم ذلك ولديها كذلك على الغاز لكن كل استثماراتها هي ضد المغرب وكما لو أن المغرب هو يعني لو لا أعلم ماذا زريد وماذا تبحث عن ماذا تبحث وما الربح الذي سيتأتى لها لو انتصرت على المغرب بل سيكون فقط خراب لو حتى يقامت حرب سيكون هناك ضمار وخراب للدولتين معا لذلك المغرب يعني هنا نقول ذكي في هذا الجانب يتحاشى أي حرب وأي شيء مدمر للمنطقة وقد شاهدنا هذا يعني بخلال صراحة المسؤولين المغاربة الذين يريدون يقومون بالمستحيل لكي لا يقوموا بأي فتنة ضد الجزائر ويتحاشون الفتنة وبالدليل يمكنكم الذهب الى الانترنت والبحث عن هل خرج مسؤول رسمي مغربي يتحدث عن الجزائر لا تجد شيئا غير ذلك ستجد وزراء إلمي جزائريين يخوضون في عرض المغرب لا يتوانون لكي يتحدثوا عن هذا البلد الجميل نتمنى الخير للجزائر ونتمنى أن يركزوا على اقتصادهم فلو خدنا في المشاكل السياسية فالمغرب الآن يمكنه أن يطالب كذلك بالسحراء الشرقية التي اقتصبها الجزائريون الكل يعلم أن المغرب إمبراطوريا مغربية مجموعة من أراضي المغرب قامت بسيطرة عليها فرنسا إبان لا نقول احتلال بل إبان السيطرة على منطقة الجزائر فالكل يعلم التاريخ فلم يكن هناك شيء اسمه الجزائر بعد هزيمة العثمانيين سيطرت فرنسا على منطقة الجزائر وقامت باستيلاء على مجموعة أراضي المملكة المغربية واستغلت في ذلك الظروف التي كانت تمر من المملكة من المجاعة والضعف خلال تلك الفترة وهذا الشيء الطبيعي في تاريخ الدول وعندما أرد المغرب باستعادة الأراضي تحشى الحرب ولازل تحشى الحرب لكن سلميا استطاع أن يرجع أراضيه بالطبع الحال الكرسية يتحدث عن سبتمليليا ووضعهما جد خاص وحاليا لا نجد تلك الحرب من طرف إسبانيا كالحرب التي تشنها جزائر ضدنا بل بالعكس هناك سلم بين إسبانيا والمغرب لكن الجزائر التي كنا نتمنى ونمنى نفسها نكون في سلم معها كما دول أوروبية فالعالم كانت تنقل ما بين إسبانيا إلى الحدود الإنجليزية بدون تأشيرها والحدود مفتوحة لكن بين المغرب والجزائر دفصل لغة نفس الدين نفسنا والحرب والحرب هو ما صراحة هو الشيء الذي نتحدث عنه فقط بين المغرب وجزائر هو الحرب أتمنى أن تكون الفكرة واضحة يجب على الجنرالات أن يبتعد عن الحكم الجزائر لكي تستعد عفيتها وأظن أن لو بتعد الجنرالات سيكون هناك سلم بين المغرب والجزائر لأن المغرب تلك الأموال التي تصرفها في الأسلحة يمكن أن يطور بها أكثر صناعتها وهو يمكن أن يقوم بتقديم فرص شغل الجزائرين كذلك لأن المغرب الآن يقدم فرص شغل لأفريقيا بكلها ليست فقط لن تستفيد فقط جزائر بل أفريقيا كلها ستستفيد لو أن الجزائر توقفت عن تلك المناوشات التي تقوم بها نحن ليس هدفنا الإساءة أو نتير ألفثا لكن نريد تنمية للدولتين وأن يكون هناك سلم وأمان وتطور للدولتين ما تقوم به الجزائر ونحن نعلم أن المشاكل تأتي من الجزائر والكل يعلم ذلك سوى الجزائريون لا أعلم كيف أن الجزائر لا يرى أن المشكل يأتي من عندهم هو لا يأتي من المغرب فالمغرب يمود يدى السلم لكن ترد وتصفعه الجزائر بشراء أسلحات مدمرة للأسف هل ستستطيع الجزائر بهذه الأسلحة فعل شيء؟ لا نريد أن نجرب ذلك لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة لأن الحرب ليس فيها مسلحة لأي طرف شكرا لكم وانتظركم في تعليقات